دكتور ناجي أنت يعني عقيتنا الصورة الكاملة من ناحية كتابية اعرف عدوك اعرف مين هو الشيطان من أسماؤه من صفاته من عمله من طبيعته المرحلة هاي احنا عرفنا العدو ماذا علينا أن نفعل قاوموه راسخينا في الإيمان فاللوقتي احنا دخلين في حرب وعايزين حرب روحية طبعا الحرب الروحية دي محتاجة أن احنا نقاومه لما جي قاومها قومه ازاي راسخين في الإيمان لأنه ويحاربني بسلاح الشك فأصد عليه بالإيمان هيحاربني بعدم الحق بالكذب أصد عليه بالإيمان فالثبات في الإيمان وعشان أثبت في الإيمان علي أني أعرف كلمة الله ده هو الحل الوحيد لي أني أعرف كلمة الله وأفهمها عشان تثبت فينا بغنى مش بس أعرف الكلمة بصورة سطحية للأسف في ناس بتتعامل مع الكتاب المقدس كزي التشوكلت بوكس كده يعني أكون في مشكلة أقرأ آية تشجعني وده حلو جدا لكن أنا أعرف أعرف الرب من خلال الكلمة المكتوبة علشان من خلالها هقدر أثبت في الإيمان فقومه والمثال الرائع طبعا الرب يسوع في التجربة على الجبل واستخدام الكلمة والمكتوب والمكتوب أيضا دي اللي بتبقى المقاومة الحقيقية لعمل الشيطان فينا في رأيي حاجة تانية أسيس نزار أني ما صدقش كذبة الشيطان فالشيطان كذاب فمش هقبل الكذبة بتاعته على حياتي أو على تصرفاتي فبكده أقدر أنتصر وأستمر في الحياة مع الله موسيقى